بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن التقويم الخاص بالإنجليزية خليت التمارينات الأولى الخمسة الأولى تقارنوا إجابتكم على الفيديوهات اللي على القناة وحبت فقط ندروا ترجمة لهذه الجمع الموجودة في التمارين السادس ونتأكدوا هل كل الكلمات الموجودة في هذا التمارين درسناها ولكن كلمات ما عرفناها أشعر أننا اقترحناها في هذا التمارين هيا معي نحن نشوف إذن صباح الخير إلقاء التحية في الصباح قلنا good morning هذا هذه اسم إشارة باللغة الإنجليزية this وقلنا this خاصة بالمذكر والمؤنث أخي my brother أختي my sister درسناها دقاء نقار كامل good morning this is my brother أكرم and this is my sister كوثر جيد ننتقل للسؤال هل هي أمك؟ is she your mother؟ is she your mother؟ لا no she isn't وقلنا أنه مع no دايما ندرو she isn't لنسحقه نحتاجه إلى السبجكت ونحتاج إلى الفعل إنها جدتي she's my grandmother أعيد السؤال والجواب is she your mother؟ is she your mother؟ no she isn't she is my grandmother هذو كامل قرناهم في الحصص الخصابي العائلة آخر سطر ليلة سعيدة درسنا أنه عندما نفترق ليلا نقول good night أعيد أراك غدا see you tomorrow وهذه درسناها في أول حصة وآخر حصة أيضا عندما نفترقوا درنا حصة علاجية أعيد كامل good morning this is my brother أكرم and this is my sister كوثر is she your mother؟ no she isn't she is my grandmother good night see you tomorrow إذن كما لاحظته كل كلمة موجودة في هذا التمارين درسناها مقبل وكانت الحصص الماضية كافيلة أنها تعلمنا هذه المقاطع من اللغة العربية نلقاكم لاحقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته